دكتور محمد ينفع اجي من الشارع عليك على طول اقولك عليك بالسمنة بطريقة تدخلية مش هنقول جراحية لان فيه تدخلي غير جراحي وجراحي ينفع ولا لازم اكون محول اليك من طبيب تغزية او طبيب باطني اللي لاحظ ان انا وزني مش مزبوط هو حرك بتسألني ينفع ينفع المريض بيجي على طول وده بيحصل لكن هو صح ولا مش صح الحقيقة ده مش صح لازم المريض اللي يجي يفكر في تدخل سواء جراحي سواء عن طريق حاجة تانية تساعده على تخلص من الوزن الزايد لازم يكون الاول عدم مراحل التغزية والحقيقة اغلب المرضى بيبقوا كده فعلا حقيقي بيبقوا حاول وبيجي لك المريض بعد ما بيكون خلاص فقد الامل ان هو يقدر يفقد جزء كبير من وزنه او بطريقة طبيعية مع دكتور التغزية او يبقى حاول كتير وبيحصل له انه يخس ويدخن تاني ويخس ويدخن تاني وهكذا فبيحس ان الموضوع بقى بالنسبة له صعب وعايز الملجأ اللي هو متخيل انه هو خلاص انا حعمل اجراء طبي ميديكال بروسيدور ونم في البيت وهخس الواحد وده حقيقي تخيل خاطئ من يوم في المئة يعني حتى الجراحة حتى اي تدخل حيتعمل عشان السمنة برضو ليه مجهود لازم يبذل من وفي النهاية هو تدخل مؤقت علشان ارجع اعمل النمط الحياة اللي قالت عليه الدكتورة دانسي اللي هو لايف ستايل اللي ما يخلينش هتخن تاني انت ممكن تحلل المشكلة لكن بعد شوية هتخن تاني لان انا ما غيرتش نمط حياتي ده حقيقي طيب انا هرجع لتفاصيل اللي حالك بتعملها بس عايزة اسألنا سؤال اخلاقي حضرتك استشاري جهاز هضمي ومناظير وبتعرف تعمل وسائل معينة للتخصيص لما العيان بيجيلك هل بتقدر تقيم هذه الوسيلة اللي انت بتجدها وتستخدمها تنفعله ولا انت شايف ان محتاج تدخل جراحي اكتر ما هواش في تخصصك وتحوله برضو لده هذا التخصص اه الحقيقة طبعا ده مهم جدا وده لازم يكون يعني بمساعدة دكتور التغذية برضو لان احنا في الاخر هو الغرض ان احنا نعمل إجراء او اللي المريض عايز يعمله ولا الغرض ان احنا نساعده في اختيار الإجراء الامثل يعني على حسب درجة السنة بتاعته على حسب درجة الكتلة الجسم اللي عنده فيه عيان ينفعله ان انت مثلا تعمله إجراء بالمنزار بسيط زي تركيب البلونة لمدة 6 شهور او لمدة سنة وفيه مريض ما نفعلهش الكلام ده لازم يعمل عملية يستقص الجزء من المعدة انت بتحكم بقى وعندك جايد لاينز ارشادات معينة مين يعمل ده ومين يعمل واحيانا بيحتاج يعمل إجراءين مش إجراء واحد إجراء يعمل إجراء يعمل إجراء